سؤال من بعده هل هناك شخص تعتبره كقدوة مسيحية؟ هل هناك شخص تعتبره كقدوة مسيحية لإلك بحياتك؟ وهون نرجع عن راكز ما حدا ينقص لأنه ما بعرف في حدا كأنقلي مش يعني أنه هو كأنه يسوع أو هيك كدوة كدوة وهلأ منفهم لي عم نقول عنه للشخص منحبه لأن من وراء شو ليه منحبه ونعتبره كدوة مسيحية رح نفهم شو يعني كدوة كريستيل هلأ بالنسبة لقلي أنه ما في شخص واحد في كتير أشخاص بس يعني رح قول شوي عن استفادة طبع هؤلاء الأشخاص يعني ليش أنا بعتبرن هني مثال لقليب عندك عندك أو ما؟ لا فيه فيه شخص بس هو شخص عن جد حقيقي مثل ما كنت عم بتقول أنه بيعترف أنه أنا إنسان ضعيف تحت الهوا قصتي كنا عم نحكي مظبوط كنا عم نحكي تحت الهوا أنه هذا الإنسان يلي هو مثل ليدر قائد إذا بدك عن جد بيعترف أنه أنا إنسان ضعيف بيعترف لك بأنه أنا عم صارع بهيدا الشيء وهيدا النقطة وهيدا النقطة بس بنفس الوقت هو كمان إنسان مطيع وهو إنسان عم بيقودني بالطاعة يعني أنا عم شوفه هو عم بيطيع كنا عم نحكي هذه الساعة على الهوا كنتو عم تقولوا أنه أنا ممكن عم فرجيه المسيح مش بس بحكي أو بشو عم بعمل مثلا الويتر وقتا عطيه تبس زياتي أو شو ما كان شغلة أنا عملتها هي بتفرجي المسيح فهيدا شيء مثلا إذا أنا شفت إنسان على الطريق هو حدا محتاج وأنا عطيته ما بكون فتح تتمي بولا كلمة بس يمكن أنا فرجيت المسيح ونشرت ريحته أكتر من بطريقة كثيفة أكتر بكتير من الحكة أو أنه إجي خبروا عن البايبل في أشخاص بحياتي عنجات بشكر الرب كرمالهم لأنه هن قدرين أنه يكونوا هيدا الشيء وللأسف يعني أنا كمان أوقات بوقع بهذا الشيء بس بمجتمعنا بمجتمع المؤمنين أو الكنيس في كتير عالم أنه لا نستقيم نستطيع الهالف كثير من الضغط بمجتمعنا أبونا أنه لم نستطيع هذا. وهذا الشيء كتير صعب إنه عايشه لي عمي أعزه وأعزه ومزبوطه. مزبوطه بالمجتمع صعب لأنه ستحارب عليه كمان بأسف كتير هيا أنه تجي هلأ تقول إنه أنه إنتوا عم تخبرون عن ياسوها وبتخبرون عن نعمته وبتخبرون عن خلاصه وعن قوته بس بنفس الوقت يمكن أنه لن تعملوا هذا الشيء وما غم تعملوا هذا الشيء ولأسف نحن بشر يعني نفتش على الغلط قبل ما نفتش على كل الاشياء صح وشغلة واحدة غلط تلغي كتير اشياء صح بعيون البشر خصوصا اذا عم بيفتش على ومش عارفين عشو عم نفتش فمية بالمية ساندي وعندك ما ادرى تقولي اسم حكيتي على ما تقولي انا رح اذكر الشخص اللي هو قدبة بحياته اللي هو باية باية بكتير مواقف بحياته اكيد ما في انسان معصوم عن الخطأ ولكن بكتير مواقف بحياته كان عم بفرجيني ازا بدنا نقول الحياة اللي هي عم يتبع المسيح حب اذكر يعني مثلان على هيدا الشي واول شي هو التواضع في مرة كنت صغيرة انا وباية ضربني فاكيد ما ازاني بس انه فبعدين كنت اعدى لحالي انا بزعلاني فبعدين كنت يعني كانت من المرات الاولى اللي بيضربني عن كنت بواية شوية يعني كنت كبرت عملي صار شي صعبع سنين فاجأ عتحدة وقاللي بابا انا بعتذر مني كأنه ضربتك فانا صرت ابكي لانه هيدا الشي كان فعلا بالنسبة لقليك انه اف انه باية اللي هو مفروض يكون قاسي واللي هو مفروض يكون انه ما بيغلط اعتذر مني هيدا الشي كان كتير مؤثر فيي وتاني شي حبا اذكره عن ايمانه لباية يعني انا دايما بصالة انه الرب يعطينا ايمان يمكن ان اتنص ايمانه حبا اذكر شي معين صار معنا نحنا عنا خمس ولاد بالبيت عندي اربع اخوة وكننا بالمدرسة وباية كان بيشتغل بالمدرسة فاجي سفر على امريكا كتير مهمة لانه في مؤتمر هني يعني بيدعو خدمين بس من الشرق الاوسط فاجتوا الدعوة له المهم قاله المدير بالمدرسة انه ما فيك تروح على هيدا الخدمة لانه بتتغيب فترة طويلة وقلا بفضل انه تترك الشغل وامي ما بتشتغيل ونحنا انا واخواتي يعني كلنا كلنا بعمر بعدنا جامعات يعني ما حدا منا بيشتغل فالرب بابا اكيد طلب بعلمات معينة ليتأكد انه هيدا السفرة من الرب من بعد ما اجت العلمات كلها وعطوا فيزا على خمس سنين وحكاهم برا امانولوا كل شي يعني هيدا كانت شبه مستحيل اجتوا الموافق وكل شي فالبابا ترك شغله فهل شي كان بالنسبة قال لي اوبس انه كيف بدع نعيش يعني نحنا عائلة سبع اشخاص قال لي البابا ساندي ما تعتليها انه الرب هو شايف قلبي والرب ما رح يتركنا وبالفعل بيصار لخمس سنين عيش بالايمان فبصلي انه عن جد نحنا نكون عايشين بحياتنا فعلا متكلين على الرب حتى بالاشياء اللي مهمة يعني نحنا وقتم نتكل على الرب بس نحنا بباطن ذهننا عندنا شيء متكلين على شيء تاني عندنا بلان بي عندنا خطة خطة تانية يعني فبس يفضل خطت منحس انه اوكي شو بدأ اعمل هلأ بيدب الهم بركابنا ولكن عن جد يكون عندنا ايمان وصوري عن طول عليكم بس بحبة زيت بعد شيء للبيات اللي عم يسمعوني انتو الحب الاول بحياة اولادكم خصوصا البنات يعني بقولوا البنات هي باية بيكون حبة الاول فاللهوت كمان بعلمنا انه الصورة اللي بينا الارضة بيعطينا اياها هي بتساعدنا كتير على نفهم الصورة عن بينا السماوي يعني اليوم اذا انا بي مثلا الارضة كتير بيهمش فينا كتير بيضربنا كتير بيأذينا انا حيكون عندي صعوبة افهم انه بي السماوي بيحبني او انه بي سواوي ما بيردي يأذينا فانا بدي وجه مثل دعوة لكل البيات انه يكونوا عم بيعطوا كتير جزء من حياتهم لاطفالهم ويكونوا مناح معهم ويقفوا حدهم كتير حلو اه يعني اذا بتجي هلأ ضغري اول فكرة وقتها هيك كانت عم بقول كدوة رح قول لي بدي اقول هول الاسماء في عدة اسماء يعني بدي رح ضال شوف بس فيه فيه اشخاص دايما بتلمع بالاول ضغري ضغري ليه انا بقول كدوة شخصيا لقلي كدوة هن الناس متل ما قلت كريستيل القادة القادة بكنيسة او بخدمة بيحكوا عن يسوع بس بيعترفوا باخطاءهم اول شي بس بشوفهم قادة قدام قادة هنه وعم يعترفوا باخطاءهم مرات معقول تنزلهم دموع ما بيهمني الدمعة برا بس بتحسه انه انسان اخر همه وبيعترف بخطأه تايقول للتاني لو انا قائد بس بلا يسوع انا ماشي اليكم بقدركون ضعيف هول الشغل تاني التانية هي لقلي حد بعض لازم يكونوا الرجل القدوة لقلي او الامرأة القدوة هي امرأة صلاة او رجل صلاة لقلي انا انا ما بقى حب المواعز حدا يوعز لقلي ولا بحب مني وجير ما بقى بدي نبش على اشياء اخدم بدي صلاة بصراحة لانه اذا انا مظبوط امين وقت الصلاة طبعي لغيري هو اللي بيحررن مش قدي انا عم بعمل ولا عمير مسرح ولا شي بقى انا لقلي لقلي تنقدر نضاين بعد عهل ارض وانا بعرف من حياتي مع عائلتي ومعمرتي اذا انا ما بكون عم صلي عن جد ومكسور وقعين مثل ما جويس بتقول مع الراب قاعد ما بعتقد رح اقدر حارب رح كون عم بعمل بس انا رح ما في نتيجة و جويس عم بتهز براسه وبنبسط انا انه هيدا بقى لقلي القدوة هالقد لازم يكونوا هول الشغلتين انا بقوله مش لانه انا بدي اقول انه اسيس بس انا بقول اسيسة مجدي بسطة ومرتو جريس بسطة هنه قدوة لقلي لانه مش ضروري فيكون اسيس منه قدوة وفيكون خورة منه قدوة وراحبة منه قدوة لقلي القدوة هن بدو يكون صفات هاك تواضع لانه مكسوري وبيحكوا اضعافون وعندون سلطان قوة بياسوه لان بيعترفوا انه من ياسو عم يردوه وبيكون صلاة لكل العالم كل الوقت في صلوات ناس بتصلي كتير انا بالنسبة لو يمكن بتقول انه مش تأمرو بس بين اصدقائي اللي هلأ كون دايما معهم وبقول عنهم اخوة وهنه قدوة ومش تأنهو حده هو نور لانه نور بالكدوة من ناحية لو بمحل بشوف اضعافه بس نور هو قائد متواضع بيحكي كل اضعافه على العالي تايقول لأ وقفه انا مش قادر هون عندي هيدا الضعاف وحقيقي كتير اوكي بقى انا بالنسبة لقلي بشوفه قدوة وبعرف قده بيحب الرب وكلود اللي هو المخرج اللي انا قبل ما اتعرف على نور كان كان ميزة بكلود برغم انه اثنينتنا مرات منكون اضعاف منقعد مع بعض ومنحكي بضعفنا بس بيحشق الرب بل مش بيحكي للعالم بيبين هو عم يحكي عن الرابع ميلهج والاكتر شيء اكتر شيء بحبه بكلود ما منوقف ولا مرة نصلي بس 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 يبلش الصلاة مع بعض ما بيوقف يصلي مش انه حتى وجبنا صلينا رجل صلاة انا لقلي بدي الناس تصلي بقى لقلي كمان قدوة حساباتني انت مبسير لا بس عن جد انا عم فكر كنت وعم بحكي انه انا موضوع القدوة هيد السؤال بحياتي كنت كتير دور على هيدول الناس دور على الشخص اللي حسو مش ليدر بحياتي بس قدوة عن جد اكزامبل طلع له كتير ناس ببداية ايماني كانوا قدوة وكانوا يمكن مثل اعلى بحياتي خزلت بمحلات بمحلات تانية مرأت اشي علي بس اليوم كلا احكي كنور اليوم انا ما فيني اقول يعني اكيد قدوة بحياتي هو الاسيس ايمان بكنيستي انا شايف فيه ليدر ليدر بعد ليدر محب بيحكي بيعيش اللي بيقوله وعنجد انا بحياتي هيدا الشخص عمل فرق كتير كبير نقلة نوعية بكل مفهومي ومو لا انه حكى عني بس انت قلت انه انا حقيقي بس عنجد انت قدوة بموضوع انه انا كون حقيقي انا يمكن انت بتعرفني حتى هايتي شغلة ما بيعرف هو الناس اول ما رحنا نحكي على الهوامش مرحى مفضح كل شه اول ما انتطرح اسمي اني اجي علبرنامج ما كاني موافق ليش ما كنت موافق لأنه جواتي كان جواتي ما عم بقدر شوف حقيقة بدي حقيقة ما بق بدنا نعمر كلام قريب الكتاب لمقدس بس فأنا كنت جاية من مجتمع ما بسترجي يكون حقيقي خاف كون حقيقي لأني ما بعرف الناس كيف ممكن تنظر لي كنت شايف الكل ساحب سيف ورح يدينني فإذا تعلمت كون حقيقي تعلمت من رفقتي مع رواد من الناس الحقيقيين اللي حولي بس أنت عن جد من الناس اللي لما بشوفك بتحكي عن لما بشوفك بتحكي لا ما فيك تقول أنه أنا قدوة إليك بهذا الموضوع أنت قدوة لك كثيرين عن جد فأنا عن جد رواد وكثير ناس هم بلبنان الرب باركني عن جد أن يكونوا قدوة بحياتي ويورجوني شو معنات خي لبناني يحب خي السوري عن جد ويحبوا بمصدائية بندوم مصلحة مش لأنه هيك فهذا الشيء أنا عن جد متبارك فيه بلبنان شكرا ويقول لك شيلا أنت عم تقول لي أنا قلت لك قدوة أنا لو جاي من محل مثل ما عم بتقول ممنوع تقول كلمة لأن تسحب السيف رح كوم متلك بس أنت أنت أصلا دراستك للكلمة نور عنده شغف كان يقرأ يقرأ بالإنجيل ويتعلم شو الرب بقله السرعة اللي طلعت فيها بشغفك وأنت تحدد كل شيء وقلت لو اليوم بدون يرفعوا علي السيف أو لأ مما كانوا يكونوا أنا بدي يكون يا رب معك حقيقة بقى هيدا كان قوة مش هيك أنا ركزت كمان أقول هالشي عنك أنا كمان أكيد لو ما شفت إيمان حقيقة بأشخاص اللي هني كانوا قدوة لإليه ما كنت أنا هون منهم بي أكيد وأمي أكتر شيء بتبلش بالبيت أنا لأقلة إذا ناس في فرق من واحد ما يكون مؤمن واحد يكون يعمل حاله مؤمن ويقول مؤمن وأولاده عم يشوفه ما عم يشوفه إيمان لأ أحسن ما تكون مؤمن فرد مرة يعني بخالص فلأ أنا شفت بأمي وببيت نيناتهم كل واحد بمنزاوية معينة إيمان كتير رحق وهلأ كتير مرات بتطلع بأمي عداش هي عم تتعب معي أنا بقول مثلا كقدوة إذا بس بدي أخد من هيدا إزاي بقول إن شاء الله أنا وقتها أكبر أكون مثل الماما كيف هي عم تتعب معي أنا أتعب مع أولادي بنفس الطريقة بنفس الفرح وهيدا التواضع وهيك العفة يعني بدون ما يعني بدي أكون مثلا أنا يعني من هلأ لهذا في كتير قصص حلوة فيها أنا هلأ بشوفها بقول أنا هيك بدي أكون كيف تعبت كيف ضحيت وهيك بدي دايما كان في ما في نقق وما في تعصيب وفي تعصيب قد ما شيبناها نحنا تعبناها بس فهمتوا قصدي في أشخاص كمان تاني كتير كانت بركة لحياتي في شخص اسمها هيام هيام فغالي وأخي مرة شفتها ممكن مش ثلاثة سنين كانت كتير بركة بحياتي وبمؤتمر اللي أنا كنت معها هي عم تنقلي وقتها أنا تغيرت وقتها اختبرت الرب وقتها بدلت من وقتها مرقلت واو هلأ أنا إنسان جديد هلأ أنا عن جد إنسان جديد صار معي يعني ما بعرف هالاختبار اللي شفت فيه الرب اللي أنا فهمتش يعني كنت ميت كان ميت وكان وهلأ صار حي يعني لقالي كانت واضحة جدا أنا كنت ميت هلأ صارت حية وهي كانت سبب من هلأ يعني هي واحدة من الأشخاص اللي عملت معي هيدا الفرق وما بشوفها كتير هلأ بس دائما كلمة شوف كلمة أتذكرها أتذكرها بالخير هيدا واحدة من الأمور غير أكيد اللي اللي حوالينا بأشخاص الكل يوم إنه أنا لقالي زوجي كمان بتطلع فيه بكتير أمور عنده صفات كتير حلوة بقاله أنا أنا لك أبطي بمحلات بتطلع بو ياريت أنا فيكون عندي هالصفة ياريت فيه أخد ومثل ما قالنا إنه ما حدا كامل مش معناتها أنا لكنت هيام ولا باية ولا أمي ولا ليس ولا ركب محلات أديك مبركة كتير هيدا ومش لنجام البعض كل واحد في منا طلعنا تعلن منه شي كان قدوة لحياتنا ومش معناتها كان كامل إذا أنا بنية حياتي على حدا من هيدوري أنا أصلا مش عايش روع المسيح فمش معناتها هول كاملين ولا واحد يقول لا أنا ما عندي كطبي لأنه أنا هيدا غلط وهيدا غلط معناتها أنا فيه لا معناتها فيه شي غلط أنا ما بقدر ما بقدر شوف شي منيح بالآخرين لا فيه ناس عنده كله عندنا أمور مش منيحة ولكن فيه ناس كتير متعلم منه فهيدولي أنا أشخاص بحياته كتير حلو باركة رح نقرأ على الفيسبوك ودغلي رح نروح لترنيمة وإذا بقي معنا وقت من منسأل آخر سؤال نحن نرى فيسبوك وواتساب هكذا نكون علينا الكلمة علش أكيد على سؤال القدوة صديقتنا سلوة قالت مراحل القدوة المسيحية كثيرة زي مثلا المتابع الحب الصداقة أي قدوة تقصدون عم تسألنا هي تيتو قال أنجلينا جولي هي قدوة تمثل المسيحية سامويل ساركسيان قال نيلسون مانديلا هو شخص ساعد بأنه يحول يساعد شعب بلده بأنه يكون في شفاء ويجمع بلده ماريا جبور قالت المادر تيريزا فيوليتا قالت كثير في أشخاص بحياة الإنسان بيكونوا القدوة في حياته في مختلف مراحل العمر مدرك ياسين صديقنا قال بولوس الرسول جورج حلق راعي كنيستي قالتك ذكرتنا اسم راعي كنيستك عبير بطحيش الياس قالت الشعب المصري بشكل عام كلهم قدوة والدكتور سامح موريس والدكتور ماهي الصموئير بصورة خاصة صديقنا فليب قال رواضو بعتبرك هو انتقدوتو على الواتس أب جانا شفية ميسيجز هاي كيف كون أنا يورغو من لبنان يورغو من لبنان بس حبيت احكيكم تأشكركم على البرنامج الرائع وانا حبيت زيد انه هالعلاقة تتمجد بالقربان المقدس مسأل خيري ربي يباركن اختي انا رويدا من الاشمال برأيي ان الصعوبة بحياة المسيحية عم نجاوب على السؤال ابل هي وقت منحاول نعمل الاشياء بمجهودنا الشخصي بس وقت منسلم حانا للرب الكامل ونعيش تحت ارشاد الروح الادوس ما منلاقي صعوبة ابدا لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي انا يقول رب الجنود في عنا طلب خاص من فراس بدو يحكيك يا رواد عرقمك الخاص في عنا شخص عم يسألنا مساج كتير مهمة مرحبا سلام يسوع بقلبكم لو سمحتوا جويس جابت طفل تاني وشو ذكر ام انثى وشكرا لكم جويس جابت ذكر سمته كارل وبعدين برد علينا نفس الشخص بيقول انا قدوتي امي الله يخلي لك امك وبيك والكل واخر مساج الان من سوريا بيقول نحن بحاجة الى صلواتكم لاجل اختي كلاف فهي تمر بوقت من التوتر بسبب امتحانات البكالوريا الثانوية الامتحان يوم الاثنين وهي متوترة وخائفة لذلك هي بحاجة الى قوة المسيح وقدرته نتمنى صلواتكم القوية لها وهي متابعين برنامجكم وكلاف بتسلم عليكم وبتقلكم خلي صلولي مشان اجيب علامات وانه الرب يعمل مشيئته من خلالي امين يا الام راح نصلي اليك 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 لك لا انا بس بدي اقول هاي لفليب لانه هيكي حبيت اتعرف عليه و بدي اقول لفراس انه انه انا راح احكيك بس نحنا ممنوع كاشخاص من الشرل بسات سفن نعطي نمرتنا الخاصة انا بدي اقول لك بما انه نمرتك هون من سات سفن نحكي سوا